بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله اليوم نشرح موضوع نام فاي نايت كلوز واحد من مواضع مادة الكرامر للمرحلة الرابعة اليونت الافن من كتاب طيب احنا مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة او الفيديوهات السابقة انه او الجملة الثانوية داخل الجملة المعقدة ممكن تظهر بثلاث تراكيب او ما هي الاشكال التي تظهر بها الجملة الثانوية داخل الجملة المعقدة وذكرنا انه الجملة الثانوية داخل يعني subordinate close ممكن تظهر بثلاث اللي هي اما تكون وهنا لازم يكون جملة يعني تحتوي على فاعل والاهم من الفاعل يجب ان تحتوي الجملة على فعلي حدد الزمن يعني الفترة الزمنية اللي صار بها الحدث وكذلك تحدد الاسبكت او زمن يعني نواحي الفعل يعني هل هو مثلا اذا عدنا زمن المضارع هل هو ماضي مضارع بسيط يعني تحدد بالتحديد جوانب الفعل هل هو مضارع مستمر يعني هيتش هذا الاسبكت وذكرنا انه او التركيب الثاني اللي ممكن تكون من الجملة الثانوية والسبوردينيت أو الاندبيندينت كلاوس العافو ديبيندينت كلاوس اللي هو النان فاينايت وذكرنا أنه الفاعل بالنان فاينايت اختياري يعني ممكن أن تحتوي الجملة النان فاينايت على فاعل أو ممكن لا والشيء الثاني أنه النان فاينايت تحتوي على فاعل بس ما يحدد الزمن يعني هذا الفاعل غير محدد الزمن لذلك يتسمى النان فاينايت والنوعية الثالثة اللي هو اللي هنا ما عندي نهائيا طيب بالنسبة للنان فاينايت يعني كستراكشر يعني أيضا النان فاينايت تظهر بتلاف أشكال اللي هي وال وكذلك ال الانفينيتف اللي هي طبعا بالنسبة للانفينيتف احنا ما عدنا مشكلة بيها لعني التو دائما يأتي بعدها مصدر وبما أنه مصدر المصدر ما يوضح الزمن أو ما يحدد الزمن لأنه صيغة الأساسية للفعل فالتو زائد انفينيتف هذه أسهل أنواع أو أسهل أشكال النان فاينايت لأن مثل ما نعرف التو زائد انفينيتف المصدر لا يحدد الزمن دائما طيب يبقى عندنا النوعية الأولى أو النوع الأول أو الشكل الأول اللي تتكون بي أو تكون مننا العفو النان فاينايت اللي هو اللي هو اللي هو طبعا مثل ما ذكرت أنه زمن الجملة العفو الجملة تحتوي على فعل ولكنه غير محدد يعني غير محدد هل هو مضارع ماضي أوكي ف متى تكون متى تكون ال-ing وكذلك ال-ed participle يعني ال-ing participle non-finite مثل ما نعرف طبعا هذه ملاحظة مهمة أنه احنا نضيف ال-ing للفعل أوكي حصرا حتى نحول إما إلى continuous يعني إلى استمرارية وبهذه الحالة سوف يسبق بأحد بأحد أفعال to be أوكي فإذا سبق بأحد الأفعال هنا راح تكون استمرارية والشيء الثاني إنه نحن نضيف كذلك ال-ing اللي في كلمة لتحويلها إلى إلى الصفة مثل شرط شرط أن يأتي بعد هذا الفعل اللي ضفنا ل-ing اسم أوكي فهنا راح تتحول إلى الصفة إذن حولنا إلى استمرارية وشرط أن يسبق وحولنا إلى صفة يعني نضيف للـ حتى نحول إلى صفة شرط أن يأتي بعدها اسم مثل وكذلك نضيف للفعل لتحويله إلى اسم ويسمى بالجيرند أو اسم الفعل أوكي إذن مثل ما ذكرت ونحول إلى يعني نحول الفعل إلى اسم وبهذه الحالة لما نحول إلى راح يشتغل اللي نستخدم راح يكون لأن لا يحدد الزمن أوكي فإذا لم يكن يعني إذا لم يكن المسبوق فيرب أو لم يأتي بعده اسم أو يعني ضفناله ing يعني ذا لم يتوفر بهذه الشروط اللي هي بالاستمرارية فهو راح يكون جيرند ويعمل عمل الاسم أوكي وبما أن جيرند فهنا راح يكون اسم فاعل واسم الفاعل لا يبين الزمن اللي هو واحد من الأشكال اللي يتكون منها كذلك بال احنا ال متى تكون طبعا مثل ما نعرف انه نضيفها للفعل حتى نحولها الى ماضي شرط ان يسبق اسم مثلا حتى نحولها الى صفة مثل مثل وكذلك نضيف الايدي يعني نضيف الايدي لتحويلها اللي هي شرط ان تكون مسبوقة بالهاف والهاز والهاد اوكي اما اذا اذا ضفنا يعني اذا لم يكن متبوع هذا بهاف وهاز وهاد او اسم قبل او يعني لم يكن متبوع بهاز وهاد وهاد فسوف تكون هنا بهذه الحالة هذه الباس سوف تبين النان فاينايت اوكي سوف لا تحدد الزمن وتأتي في بداية الجملة واللي هو اسمها اسم المفعول اوكي لا تحدد الزمن اذا تكون الايدي بارتيسبل نان فاينايت اذا لم تسبق بالهاف والهاز والهاد اوكي بهذه الحالة رح يكون هذا الباس بارتيسبل نان فاينايت وهو واحد من الاشقال اللي تظهر بها النام فاينايت اه كلاوس فاذا شوف هذا المثال اللي هو ذاكرة اه فاذا شوف هذا المثال اللي هو طبعا هذا العفو طبعا الهاد هنا يتسدلين عليها بانه ينام لانه عبارة عن فعل تم اضافة الى التحويل الى اسم اوكي ويسمى جيرانت اهنا قلنا انه هاي لان هذه لا تبين الزمن يعني لا تحدد زمن الجملة ذلك تسمى نام فاينايت يعني الجملة تحتوي على فعل بس هذا الفعل نام فاينايت مثل ما ذكرت انه جيرانت او اسم الفاعل هو عبارة عن فعل تم اضافة الى التحويل الى جيرانت وهذا جيرانت يعمل كعمل الاسم يأتي في بداية الجملة ويعمل عمل النام فاينايت لانه لا يحدد الاسم يعني حالما رأت الصورة حالما رأت الصورة احنا ما نعرف ايش وقت رأت الصورة هل هو بالماضي بالمضارع يعني غير محدد اوكي فحددنا انه هذه الجملة نام فاينايت اذا كستراكتر اوكي وكذلك هذه الجملة هي سببوردينيت يعني ثانوية اللي واحدها لا تعطيه ما احنا تعتمد على جملة اخرى في تكملة معناها طيب المثال الاخر المثال الاخر اللي هو طبعا هذه الجملة هي سببوردينيت اوكي تسل استدلينا يعني استدلينا عليها من وهذه الجملة غير محددة ليش لأن هي مصدرية تحتوي على ومثل ما طيب الشيء الآخر اللي ممكن تظهر بالنام فاينات مثل ما ذكرت هي الباس بارتسابل إذا نشوف هذا المثال المثال الآخر اللي هو فكفرت هي باس بارتسابل لأن لم تسبق بفعل فهي هنا شغلها لأن لم تحدد الزمن وهي واحدة من الأشكال التي تظهر بها طيب آخر شي حول هذا الموضوع أنه مثل ما ذكرت بداية الفيديو أنه الفاعل في جملة النام فاينات يعني ممكن عندي فاعل وممكن لا والملاحظة الثانية أنه أنا مثلا أحول الفاعل بالإيدي بارتسابل إما بطريقة قياسية يعني بإضافة الإيدي أو بطريقة شاذة يعني اللي هي الغير قياسية فالغير قياسية تدخل من ضمن هذا الشرح أوكي يعني ممكن ألقى فعل باس بارتسابل شاذ يعني يعمل عمل النام فاينات إذا توفرت بالشرط اللي ذكرناها قبل شوية طيب إحنا النام فاينات كان بي كلاسفايد يعني ممكن أن تقسم إلى ثلاث أقسام اللي هي إما انفينيتف إما with two or without two أوكي أنه يعني with two أو without two مثال العفو النام فاينات كلاسفايد الأول شي بالحالة الأولى هي الإنفينيتف with two إما تكون بفاعل أو بدون فاعل فإذا نشوف هذا المثال with the subject يعني ممكن الجملة تحتوي على subject لأن مثل ما ذكرت اختياري the best thing would be to tell أوكي would be to tell everybody هنا هي to tell لم تسبق بفاعل أوكي وهذه واحدة من حالات الإنفينيتف اللي هي النام فاينات هاي two tell نام فاينات لأن لم تحدد الزمن لأن المصدر مثل ما ذكرنا أو ممكن الإنفينيتف المصدر يسبق بفاعل فthe best thing would be would be for you شوف هنا to tell اللي هي المصدرية اللي هو واحد أشكال النام فاينات سبقت بفاعل طبعا هذا الفاعل optional يعني اختياره ممكن حذفه كذلك بال ed participle اللي تعمل عمل العفو ing participle اللي تعمل عمل فاينات يعني ممكن بدون بفاعل أو بدون فاعل without subject إذا بدون فاعل شوف هاي جتني بدون فاعل leaving the room هنا leaving ما تحدد الزمن هاي pass participle لأن توفرت وبالتحديد ما حددت الزمن فهي non finite وهنا هي غير مسبوقة بفاعل أو ممكن تسبق بفاعل الشرط الأساسي بالنام فاينات هو أن الفعل اللي بيه ما يحدد الزمن حتى إذا سبق بفاعل أهم كل شي هذه النقطة الأساسية والجوهرية بهذا الموضوع أنه النام فاينات ما تحدد بيها فعل ما يحدد الفاعل ما علينا إذا ما وجه الفاعل أو بدون فاعل بس هو هنا هذا يقول لك أنه ممكن مثل ما ذكر الفاعل يكون هنا اختياري مو الزامي طيب هنا بدون فاعل ربما يعني يعني تأتي يعني تأتي لنام فاينات بفاعل أو تكون بفاعل هنا ما بيّنت الزمن غادرت بس ما نعرف عملية المغادرة أو الوقت المحدد لعملية المغادرة كذلك بال past participle covered with confusion هنا past participle لأن لم تسبق بشيء وغير محدد هذا النقطة الأساسية أنه هذا past participle ما حدد أوكي ما حدد لي الزمن we left the room and went home كذلك هذه بفاعل هذا كل ما يخص موضوع النام فاينات اللي هو واحد من الأشكال التي تظهر بها يعني كل الأشكال ناقشناها بهذا الفيديو هي تخص النام فاينات احنا مثل ما ذكرنا مسبقا أن النام فاينات تظهر بثلاث أشكال إما الing participle أو المصدرية وذكرنا اش وقت تكون الed والing participle لما والمصدرية والمصدرية